السارق الذي سرق سرق لصاني حمارا وأخذه أحدهما ليبيعه في السوق وفي الطريق لقيه رجل يحمل طبق فيه سمك فقال له أهذا الحمار للبيع؟ فأجاب اللس نعم فقال الرجل أمسك التبق حتى أجربه وركب الحمار وعندما ابتعد عن اللس دخل أحد الأزقة واختفى وهرب بالحمار عرف اللس أنه خدع فعاد إلى صاحبه بطبق السمك فسأله صاحبه هل بيعت الحمار؟ قال نعم فسأله بكم قال برأس ماله وهذا التبق ربح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سأله